على الصراخ وتراشق الاتهامات وانتهت أعمال اللجنة كما بدأت الالبسي حصلت على محضر جلسة الأربعاء وفيه تدرجة الوقاعة كالآتي بعدما رفض النائب أحمد فتفة تحديد موقفه من عدد النواب المنتخبين على أساس نسبي رابطاً الأمر بتحديد عدد الدوائر متمسكاً بالنظام الأكثري إلى حد انتخاب 128 نائباً وبعدما رفض النائب أكرم شهي بالذهاب إلى الهيئة العامة بمشروع اللقاء الأرثوذكسي مطالباً باستكمال النقاش انطلاقاً من صيغة 70% أكثري و30% نسبي وبعدما أكد النائب علي بازي تمسكه بالصيغة التي اقترح تدخل النائب علي فياد وقال أنا أمشي على إقاع ألا عون فيما توجه النائب فتفة بالكلام إلى النائب عون وسأله ما هو موقف التيار الوطني الحر فرد عون نحن ليس لدينا أي شروط مسبقة بتكبير أو تصغير الدوائر والعدد إنما الهدف تحقيق المناصفة وأنا أؤيد الزميل جوج عدوان لناحية الصيغة التي تحقق صحة التمثيل أما فتفة فاقترح اعتماد أربعة مقاعد نيابية في الدائرة الواحدة وفق النظام الأكثري هنا تدخل النائب لجمي الوقال يبدو أننا وصلنا إلى حائط مزود يا جماعة لم نصل إلى صيغ مشتركة ولأننا خارج إطار تقسيم الأقضية لن نسير في أي صيغة مختلطة عدم وصولنا إلى نتيجة هو بمثابة فراغ وبالتالي لسنا مجبرين على السير في الاستحقاقات بموعدها من دون قانون انتخاب جديد والانتخابات لن تكون ميثاقية في حال بقاء قانون الستين عندها قال النائب فياض نحن أمام فيتو ماسيحي ميثاقي لقانون الستين وعلى الرغم من أن النائب غانم رأى ممكناً الانطلاق من الستين وإعادة تقسيمه رفض لجميل هذا المنطق جملة وتفصيلاً متخبفاً من أن يتحول إلى قاعدة فرفض النائب جهيب أن يقال أن قانون الستين ليس قائماً عندها أجاب عون بقدر ما أنتم تعتبرون أن التصويد على الأرثوذوكسي خط أحمر فأن الانتخابات وفق قانون الستين هي أيضاً خط أحمر وعندما وصل النقاش إلى أفق مسدود اقترح النائب عدوان إنهاء عمل اللجنة ورفع التقرير إلى الرئيس بري وهكذا انتهى النقاش بتمسك كل طرف بموقفه من دون الوصول إلى أي قاسم مشترك ترجمة نانسي قنقر